خليني أكمل معاكم الأخبار عندي شوية أخبار كده في نادي الزمالك ويعني في اتجاه الفترة القادمة إلى وجود لجنة داخل نادي الزمالك خلال يعني أيام قليلة أو ساعات قليلة ممكن نسمع خبر بتولي لجنة تقود نادي الزمالك خلال الفترة القادمة خياني يعني اتكلم في الكرة أسوريو بيجهز نيمار لسيد نيمار عشان يقود الزمالك ويلعب ناحية الشمال تعرفين سيد نيمار بيلعب ناحية اليمين لكن بسبب الإصابات الكتيرة في نادي الزمالك ناحية الشمال محمد عبدالشافي مش موجود وعبدالله جمعة مش موجود حاتم سكر حتى الولد الشاب عنده إقاف المباراة القادمة مش هيلعب ماتشا أسوان أحمد فتوح شكله مجهز بنسبة 100% فالاتجاه راح لسيد نيمار ممكن يكون هو اللي هيلعب ناحية الشمال في المباراة القادمة سيد نيمار ممكن بشكل كبير هو اللي هيلعب يعني زوريو بيجهزه عشان يلعب ناحية الشمال كظاهير أيصر أو بلعب ناحية الشمال في نادي الزمالك المباراة القادمة أمام أسوان يوم الخميس القادم برضو الجهاز الفاني نادي الزمالك صعب بعد اللعيب الشباب من فرق الشباب في النادي موليد 2003 محمد صلاح ومحمد صلاح ده مهاجم بيلعب في فريق الشباب موليد 2003 واحمد رفاع برضو بيلعب في الدفاع برضو تم تصعيده إلى الفريق الأول وتمرنا النهاردة مع الفريق الأول عشان النقص العددي والإصابات اللي موجودة فيها فريق نادي الزمالك وبرضو الزوريو حيستبعد بعض اللعيبة اللي ما كانتش مميزة مع الزمالك في المباراة اللي فاتت أو ما قدتش بشكل كويس فيه مباراة الإسماعيل اللي فاتت برضو الزوريو تطمن على جاهزية سيف الدين الجزيري حيكون جاهز لقيادة هجوم نادي الزمالك في المباراة القادمة وبرضو فيه تدريبات تأهلية وعلاجية لناصر منسي اللي كان عنده إصابة يعني فيه عضلة الضمة ولسه بيتآهل وطبعا لسه قدامه حوالي عشر تيام عشان يبدأ يلعب ماتشاط مع نادي الزمالك وناصر منسي كمان من المهاجمين المميزين جدا اللي أثبت وجوده مع نادي الزمالك الفترة اللي فاتت لكن طبعا إصابة هتمنعه أنه يلعب خلال عشر تيام اللي جايين الماتشاط الرسمية مع نادي الزمالك